فيما يتعلق بعيادات تطمن ومراكز تأكد تطبيق صحتي تباعد توكلنا قفزة في عالم التطبيقات وعالم الإجراءات الحكومية وتسهيلها حتى كانت في جيب المواطن أو جيب كل مواطن كيف تقيم تجربة المملكة العربية السعودية رقمياً؟ أنا أعتقد في الحقيقة التجربة السعودية سيد محمد دعني أقول لدينا في العوام الأخيرة وربما مع الجائحة اكتشفنا كثير من الأمور وحقيقة التعامل الرقمي ليس في موضوع الصحة موضوع الصحة ربما من أبرزها ولكن لا ننسى أنه في المحاكم وفي إجراءات التقاضي حققت المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة في إجراءات الوزارات الخدمية جوازات وغيرها وبعض التأشيرات وغيرها أيضاً حققت قفزة رقمية لعل من أبرز أيضاً النجاحات والتي لا يجب أن ننساها ونحن قوم نعمل بميدان السياسة قمة العشرين وإدارة المملكة لمجموعة العشرين وكانت معظم اللقاءات ومعظم الفعاليات التي قيمت في هذه المناسبة كلها وأغلبها وحتى القمة الأخيرة والختامية في الحقيقة كانت قمة افتراضية وإلكترونية اليوم في الحقيقة نحن نسمع كمواطنين جملة في الحقيقة من المعاني ومن الأسماء الإلكترونية التي تأتي ضمن خانة كبيرة هي خانة وزارة الصحة كلها تهدف إلى طمألة الواطن إراحة المواطن بث نوع من الثقة من المواطن تأكيد تحصين المواطن ضد المرض هذا يؤكد نجاح أيضا على مستوى مكافحة الفيروس ويؤكد نجاح في الحقيقة السعودي مميز يمكن رصده ويمكن ملحظته على مستوى الجانب الصحي